في عز الشتاء ومع موجة البرد التي تشهدها ولاية باتنة تعيش هذه العائلة المكونة من سبعة أفراد داخل محلات الرئيس بمشتة ذراع بولطيف ببلدية عين يقوت منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات في ظروف لا تتوفر على أدنى شروط الحياة أقسم بالله يا البتية لنحسوا بها تنمشي اشتكي نعودوا في الليل ندخلوا في بعضنا الناسي ما طلتش علين وما شافيتش حالتنا هكتشوف ولداتي كل يوم طبيب في الليل نباتوا كيل جاج ندخلوا في بعضنا والله يا البتية تبات تمشي كل نار لازم نروح نعمر بالتياقاظ باش نعمر بالتياقاظ هنا ما كانش في القرية لازم نروح لعين يقوت لازم نروح لعين يقوت نكر يفرود بعشرين فنشر يقرعها بعشرين فتقيم ليقرعها بربعين فعلى ليلة لما لازم نروح الجامعة بالبرويتها كل يوم في الوقت الذي لا تزال فيه الكثير من السكنات فارغة تنظيم انتظروا من يسكنها يبقى حلم هؤلاء البسطة هو مسكن يؤويهم ويقيهم قر الشتاء وحر الصيف المطلب تعنا الوحيد هو السكن ما بغينا ولو من البلاد بغينا عطينا سكن اللي موفيها وليداتنا وووووش هنقولكم مالله غالب عنا أنا اني انسان زوالي احنا مش نعباد مش جزاريين يخي احنا جزاريين وعنا الحقة هنا في البلاد وكان من الجزاريين يخينا من اللاكارت وزيد هازلي تاما هكتشوف هذا الطفل وهذا كزوج بنات اروحوا البنات هذو خلاتهم امهم يتاما ابوهم طيشهم كي ملمهم شا نشكونا حي لما اعطوهم مساكن الدار وزادون حوالهم داروا ناس ابنا بمنا ماتت بعد ان يأسوا من وعود المسؤولين المحليين لم يبقى امامهم سوى التوجه بمطلبهم الى السلطات الولائية في انتظار التفاتة تكفكف دموعهم يبقى البرد القارص يحاصر هذه العائلة من كل الجهات ويبقى السكن اكبر احلامهم